السلام عليكم متابعين الكرام اهلا بكم في قناتنا الاخبارية لنننتظر الكسوان الكحلى ولا الكسوان اللي ماتبيدش في الصابون والدي داخل خارج تقولي لو انت داخل خارج واشتبقى ناله مقاعو الصابون ولا نفكر في أريال ونفكر في المولى في أومو شهرين الكسوان الفاتحة هذه الالوان الالوان اللي كاتحك الطوق في الفطرة المسائية ما ينتجو حولو ماء ممكن تلبسوك الكسوان اللي ما ينتدر فيها الطوق كاي بنا البلادي ما يتحرك نوعوا الملابس ديال الولاد خور نوعوا الالوان وعطيهم الألوان الفاتحة في الفترة المسائية ما يمكنش ولدي اللي بسوق المونة كحلا وسويل كحل وشاكيته كحلا وكارطب كحل ودير كاسكيت كحلا وإحنا عمنا الطريق كحلا والإمارة العمومية مكيناش والقدرون كحل ونقول ليوا ديوك عدنا كصيدا واشتغد يوقع لحنا حرشون مقاشع مشاله رصف يا أبو إزاز مشاله دي تطفرت الواقع هو هذا قاعد العوامل دي الحواذي تسين مجموعة فينا ما كان راقبوش ولداتنا من ينبغيوا خرجوا البيس كريفات ما كان راقبوهمش واش عنده الفران ولا ما عندوش من يقول لك الفران مقطعك تقولينه زيد من أنت بكي يخمم بألف فرانك ولا ألفين فرانك وما كيفكرش فولدو لطهلوخ سويدين لسكانة بسبعين ألف فرانك ولا مشا يدير له مثلا إذا يفوت عيدر لليارم يقولوا حتى 200.400.400 فرانك إذا مشا تبقى مختصاصي ويدخلوا غادي تقلوه حتى 500.000 فرانك شكرا متابعين الكرام إذا كانت هذه أول مرة شاهدة الفيديو هادينا المرجو الاشتراك في القناة ودعمنا بلايك شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم